فيه خضية بطروحة هنا حول الارتباط بين الدين والأخلاق. فيه كثير من المفكرين السياسيين عبر التاريخ ركزوا على فكرة أن الحاجة إلى الدين. ليس كمضوع علاقة مع ربنا وإيمان بربنا. بل كإطار تنظيم اجتماعي. بكلم على لوك. بكلم على جورج واشنطن في خطابه الوداعي للشعب الأمريكي كرئيس. بكلم على توكفل وكتاباته. فكلم كثيرا ركزوا على هذه الفكرة. يعني هو بالحقيقة لازم يكون في منظومة أخلاقية معينة متفق عليها. هل هذه المنظومة بالضرورة يجب أن تكون مرتبطة بالدين معين أو بتصور ديني. أو هل يمكن أن تكون مرتبطة بالمنظومة الحقوقية. حقوق الإنسان. ما عندي مشكلة طالما في احترام للحقوق. هنا ده بقى السؤال. هل تحول الإلحاد إلى دين جديد؟ بمعنى الإلحاد كان يقدم نفسه أنه إعمال العقل وتشكيك فيه الأمور التي تأخذ بشكل مطلق. رغم عدد وجود إثباتات لها. لكن تحول الإلحاد لديك كثيرين. أنا أفكر هنا في مثلا سام هاريس. في كريستوفر هيتشنز. في دوكينغز. في كل الناس دي. اللي اكتبتهم تحولت إلى رغبة في تدمير الدين. تحول العلم إلى شيء مطلق. نحن نؤمن بالعلم. مش فاهم الجملة دي. يعني إيه تؤمن بالعلم أصلا؟ يعني بالحقيقة هاي هي المشكلة. إنه إذا بدأت تطرح الفكر الإلحاد كدين جديد. معناته أنت عمليا ألحد لسانك. بس لساته عقلك مرتبط بالفكرة الدينية الغيبية. مشان هيك أنا من نسبة إلي. إنه في أسئلة إلى علاقة بالمطلق. مفروض تظل أسئلة. لما تحط عليها جواب. تحولت إلى صنم جديد. تحولت إلى دين جديد. تحولت إلى عقيدة جديدة. بتجنب هذا الشيء. بس مو كثير سهل بالحقيقة. إنه الواحد يتجنب هذا الشيء. مو كثير سهل كمان. إذا كان مؤمن نقول أوكي. أنا رح أخذ إيماني بشكل موازي للمقاربة العلمية. واثنين مشارط يتفقوا مع بعض. هذه كمان مقاربة أخرى ممكنة بالحياة. بس كمان مكتير الناس يتفقوا. في نهاية الأمر الموضوع هو اختيار شخصي لكل فرد. المشكلة الحقيقية هي في أنظمة مقتنعة. وشعوب مقتنعة أن الإلحاد هو مؤامرة غربية عليها. وإنه إحنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص. والكلام ده هما اللي بيزعوا بنا. المشاكل الموجودة في مجتمعاتنا. الأفكار الموجودة في مجتمعاتنا. هي اللي بتخلي الناس تلحد لو أنتم شايفين الإلحاد مشكلة. ونراكم في حلقة قادمة.